كل الأمور في فلسطين المحتلة أصبحت تسمى بمسمياتها فما كان يقال في الخفاء أصبح يقال في العلن هكذا وبصراحة ومن دون مواربة فالبقاء بحسب رأيهم للأقوى ومن غيظ الواقع يجود المحللون بالأمثلة بداية من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني بخلاف ما كان يعلن عن رغبة أمريكية بحل مصير القدس عبر مسار المفاوضات الفلسطينية الصهيونية التي ترعاها منذ عشرات السنوات بل لتقوم واشنطن بتنفيذ ما هددت به وتقلص مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة بعد تصويتها ضد قرار ترامب فالمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكيهيلي قالتها بعيد التصويت أن بلادها لن تنسى تلك الإهانة التي وجهت لها وستحاسب المنظمة الدولية ومن معها من الدول التي خالفت الإرادة الأمريكية المعنيون بالموضوع من قريب فهموا الرسالة البيضاوية لهم ووجدوها فرصة لا تعوض في تمرير مخططاتهم وسياساتهم وفرض أمر واقع في فلسطين بقوة الاحتلال من جهة وقوة الدعم لا محدود من الولايات المتحدة من جهة أخرى على جناح السرعة مثلا وجه قادة في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو دعوات لأعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى الكيان الصهيوني أعضاء في الحزب قالوا إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل ووصفوه بالمصيري والمهم حيث سيقرر فرض القانون الصهيوني على الضفة الغربية والقدس وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما ما يعني ذلك إعلان وفاة لسلطة الفلسطينية بشكل رسمي ولغاية ترهيب الشعب الفلسطيني الذي بقي الشوك الموجع في خاصرة الاحتلال حتى اللحظة ولمنعه من القيام بأي ردة فعل أو الاستمرار في احتجاجاته أعلن وزير الدفاع الصهيوني أفكدور ليبرمن أن مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذ عمليات ضد أهداف صهيونية سيطرح أمام الكناسة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية لكن يبدو بحسب الشعب الفلسطيني نفسه أن حسابات قادة الاحتلال لم تأخذ بالحسبان تجارب الانتفاضات السابقة والحالية وربما لاحقة في إفشال تلك المخططات